السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته تحياتي لكم متابعين الأفاضل في حلقة اليوم وكما وعدتكم يوم أمس حين تناولنا وصفة زبد البحر لتطويل الشعر اليوم سوف نتناول بحول الله كما يعلم المتابعون الأعزاء وصفة علاج وإزالة التجاعيد عن طريق هذا المكون القوي الذي وبصراحة فوائده ومميزاته وخصائصه أغرب من الخيال ستعمل وبقوة فائقة على إزالة التجاعيد من الوجه وحول العينين وفي الرقبة واليدين أو أي مكان آخر نريد منه أن تزال التجاعيد فما علينا إلا بوصفات زبد البحر هذا المكون الذي ذكره الله عز وجل في محكم تنزيله يقول الله تعالى في سورة الرعد فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض صدق الله العظيم هذا المكون صدقوني متابعين الأفاضل عظيم جدا وكما تعلمون أن وصفاتنا هذه هي حصرية وخاصة فقط بقناة كنوز المعرفة لن تجدوها في أي مكان بدءا من تاريخ اليوم فما سبق وكل الوصفات بتوفيق من الله هي مضمونة وناجحة بشهادة المجربين فقط لا نريد إلا دعاء في الخفاء سيكون كفيلا برد الجميع طيب بالنسبة لوصفات اليوم سنبدأ بأول وصفة متابعين الأفاضل لكن كما دأبنا في الحلقتين السابقتين الخاصتين بزبد البحر لا بد أولا من تحضير هذا المنقوع منقوع زبد البحر الطريقة سهلة جدا ما علينا سوى إحضار ماء مغلي قدر كأس كبير ونضع بداخله مقدار ملعقة كبيرة ونترك المحلول لكي ينقع لمدة عشرين دقيقة حتى يفتر ونستعمله لكن هنا لدي إضافة أخرى فيما يخص المنقوع لذلك أود الإنتباه رجاء هنا بالنسبة للمنقوع سنستعمله على مرتين المرة الأولى أحيانا لتحضير الوصفة والمرة الثانية نستعمله للوجه من خلال وضعه لوحده على التجاعيد سنشرح ذلك لاحقا لكن ما أود أن تركز عليه هو أن منقوع زبد البحر من شروطه حتى يعطي نتيجة جد ممتازة لإزالة التجاعيد نهائيا وخاصة لشد البشرة يفضل أن يستعمل دافئا قليلا أعيد يفضل أن يستعمل دافئا قليلا جدا هذا ليس شرطا ضروريا لا بد منه لكن من الأفضل استعمال هذه الطريقة طيب بعد تحضير هذا المنقوع نتركه جانبا وبعد تحضير الوصفة سنعود إليه طيب الوصفة الأولى أو الخلطة الأولى التي سوف نستعملها سهلة جدا ومكوناتها متوفرة في كل منزل ما علينا أولا سوى بطحن زبد البحر أو شرائه مطحونا من عند العطار كما تشاهدونه الآن ونأخذ منه مقدار ملعقة كبيرة أو يمكنكم مضاعفة الكمية حسب الرغبة لديكم ثم نضيف إليه بعد ذلك مقدار بياض حبة بيض كاملة نأخذ مقدار ملعقة كبيرة من مطحون زبد البحر إلى بياض حبة بيض كاملة ثم بعدها نباشر في خلط المكونين مع بعضهما البعض حتى نتحصل في الأخير على خليط متماسك أعرف أن الكثير من السيدات خاصة اللواتي أصبنا بالإحباط بسبب ظهور التجاعيد لكن الأكثر إحباطاً هنا السيدات اللواتي تعرضنا لظهور التجاعيد المبكرة هذه قضية بصراحة مستفزة حقاً لذلك فهذه الوصفة التي سنحضرها الآن ستقدم جملة من الخدمات للبشرة على رأسها عدم فقدان البشرة للمرونة مع إزالة كل علامة من علامات التقدم في السن أبرزها التجاعيد لذلك أنا أنصح السيدات وحتى الرجال بطبيعة الحال الذين يمتعظون من مظهر التجاعيد أن يطبقوا هذه الوصفة طيب ننتقل الآن إلى طريقة الاستعمال هنا يتم فرد ودلك الخليط على كل مناطق التجاعيد أينما كانت سواء كانت في الوجه أو الكفين أو اليدين أو الرقبة أو أي مكان آخر أو حتى حول العينين فقط بالنسبة للعينين أنصح هنا بفرد منطقة ما حول العينين بلطف وبيوسر حتى لا يقع الخليط بداخل العينين طيب قد يتساءل البعض هنا وأعلم أن هذا السؤال سيطرح علي في قسم التعليقات هل تناسب هذه الوصفة للعينين مثلاً أو اليدين أو أي مكان آخر الإجابة واضحة زبد البحر ليس مخصصاً لمكان دون آخر زبد البحر مخصص لأي مكان نريد أن نزيل منه التجاعيد فما علينا سوى بتطبيق الخليط وترك الباقي عليه وهو سوف يتكفل بالمهمة لأنه قوي جداً بفعل مكوناته العالية جداً من العناصر طيب بعدها كما قلت يتم فرد ودلك المنطقة التي نريد إزالة التجاعيد منها بلطف لمدة عشر دقائق وبعدها يغطى المكان الذي وضعنا فيه الوصفة بقطعة قطنية مبللة لمدة ربع ساعة تقريباً هنا بطبيعة الحال يأتي الدور على المنقوع لذلك أود الانتباه هنا القطعة القطنية المبللة التي سوف نضعها فوق الخلطة تكون مبللة بهذا المنقوع نبللها بهذا المنقوع ونضعها فوق الخلطة لذلك قلت في السابق أفضل أن يكون المنقوع دافئاً قليلاً جداً بمعنى فاتر وليس بارد طيب بعد ذلك تزال الخلطة بمنشفة ناعمة طرية عن الوجه ومن ثم تشطف البشر أو المكان الذي وضعنا فيه الخليط بالماء الفاتر ثم نقوم بتجفيفه جيداً هذه الوصفة رائعة جداً تستعمل لثلاث مرات في الأسبوع لكن بشرط أن نبقى نداوم عليها وهي صالحة للنساء الحوامل والمرضعات ما يعجب في هذه الوصفة التي أنا أراها ممتازة جداً هو احتواء زبد البحر وبياض البيض على مكونات قوية فهل تعلمون بارك الله فيكم على ماذا تحتوي هذه الوصفة سأقول لكم ولا تتعجبوا تحتوي هذه الخلطة التي حضرناها الآن والتي تتكون من مكونين فقط على البروتينات والأحماض الأمينية وحمض الفوليك والكولين والسيلينيوم ضف إلى ذلك كمية كبيرة جداً من الكاليسيوم تصل كما قلنا في السابق إلى 85% وكمية عالية جداً من البوتاسيوم والمانغانيزيوم النحاس الباريوم والتيتانيوم والمانغانيزيوم والسيليكوم والكاربونات والكيتين تخيلوا معي ماذا ستفعل هذه الوصفة البسيطة جداً والمكونة من بياض البيض وزبد البحر فقط ماذا ستفعل بالبشرة؟ بماذا ستغذيها؟ وبماذا ستنفعها؟ وكيف ستقضي على التجاعيد نهائياً دون اللجوء إلى البوتيكس والمراهم والأدوية الأخرى المضرة بالبشرة؟ هذه الوصفة الطبيعية خالصة 100% لذلك أنصحكم بها بالنسبة لمن يريدون تحضير كمية معتبرة منها نعم يمكن ذلك من خلال وضعها في الثلاجة ومدتها أسبوع واحد فقط طيب ننتقل الآن متابعين الأعزاء إلى الوصفة الثانية هنا نحضر مقدار ملعقة متوسطة الحجم ونضيف إليها مقدار ملعقة كبيرة من الزبادي مقدار ملعقة متوسطة الحجم من مطحون زبد البحر ومقدار ملعقة كبيرة من الزبادي وبعدها نباشر في عملية الخلط الكل ما بين المكونين الزبادي بطبيعة الحال هي اللبن الرائب أو الياغورت الطبيعي غير المعطر هنا نخلط ما بين المكونين قبل إضافة المكون الأخير هنا يفضل أن نضيف مقدار ملعقة صغيرة جدا من زيت اللوز الحلو مقدار ملعقة صغيرة بهذا الشكل ثم نكمل عملية الخلط في حال لم يكن متوفرا معكم زيت اللوز الحلو سوف نستعمل زيت فيتامين أ أو يمكن إضافة مقدار ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وهذا لشد الوجه وفي نفس الوقت لإزالة التجاعيد والتخلص من الهالات السوداء حول العين وبالتالي ستترك هذه الوصفة البشرة مشرقة ونظرة طيب بالنسبة لمن سألوني في قسم التعليقات عن الهالات السوداء هذه الوصفة تناسبكن كثيرا لا تترددن في تطبيقها فهي أقوى مما نتسوى لأن زيت اللوز الحلو ممتاز للقضاء على الهالات السوداء فما بالنا وقد اجتمع زيت اللوز الحلو بزباد البحر سيجعل البشرة مشرقة ونظرة وصافية وبيضاء كالقمر ويخلصها من كل العيوب على رأسها حب الشباب طيب بالنسبة لطريقة استعمال هذه الوصفة هنا يتم تطبيق الخليط على البشرة سواء بشرة الوجه أو اليدين أو الرقبة أو حول العينين أو أي مكان آخر وندلك برفق وبلطف لمدة عشر دقائق أيضا يغطى المكان الذي وضعنا فيه الخلطة بقطعة قطنية مبللة بمنقوع زبد البحر وهذا لمدة ربع ساعة تقريبا ثم بعد ذلك نزيل الخلطة بمنشفة ناعمة طرية عن الوجه ومن ثم تشطف البشرة أو المكان الذي عليه هذا الماسك بالماء الفاتر ثم نقوم بتجفيفه جيدا على أن تستخدم الوصفة لثلاث مرات في الأسبوع الوصفة آمنة للحوامل والمرضعات فلا بأس بذلك كما يمكن تحضير كمية معتبرة منها وتوضع في الثلاجة لمدة أسبوع كامل دون زيادة طيب هنا لدي إضافة أخرى لا بد من ذكرها بالنسبة للمنقوع قد يسألني البعض هنا فيقول هل يمكن أن نستعمله أحيانا لوحده على بشرة الوجه حين لا أستخدم الخلطة الإجابة هي نعم سواء في هذه الوصفة التي حضرناها الآن أو الوصفة التي سبقتها يمكن ذلك يعني يمكن استعمال المنقوع لوحده وذلك في الأيام التي لا نستعمل فيها الخلطة بحيث ندلك الوجه أو المكان المستهدف بالتجاعيد بمنقوع زبد البحر وهذا لتسريع النتيجة أكثر هذه الوصفة مهمة جدا وممتازة لتبييض البشرة وعلاج الهالات السوداء وللتخلص النهائي والكلي من التجاعيد بسبب احتواء الوصفة على مطحون زبد البحر طيب ننتقل الآن متابعين الأعزاء إلى الوصفة الثالثة والأخيرة والتي نحضر فيها مقدار ملعقة متوسطة الحجم من مطحون زبد البحر ثم نضيف إليها بعد ذلك مقدار ملعقة من جالي الألويفيرا بهذا الشكل طيب بالنسبة لجالي الألويفيرا لمن لم يتوفر عندهم البديل هنا هو نصف حبة موز أو استعمال حتى حبة كاملة في حال ضعفتم المقادير وحضرتم من هذه الوصفة كمية معتبرة طيب هنا نخلط قليلا بين المكونين من خلال إضافة المنقوع من خلال إضافة كمية من المنقوع حسب الحاجة وبعد ذلك نباشر في عملية الخلط ما بين مطحون زبد البحر وجال الألويفيرا ومنقوع زبد البحر طيب بعد الخلط هنا سوف نتحصل على هذا الخليط القوي والمتجانس يطبق هذا الخليط على مكان تواجد التجاعيد في أي مكان فيه تجاعيد وندلك برفق وبلطف لمدة عشر دقائق أيضا يغطى المكان الذي وضعنا فيه الخلطة بقطعة قطنية مبللة بمنقوع زبد البحر كما تناولنا في الوصفة الأولى والثانية تغطى المنطقة لمدة نصف ساعة ثم بعد ذلك نزيل هذا الخليط بمنشفة ناعمة طرية عن الوجه ومن ثم تشطف البشرة أو المكان الذي عليه هذا الخليط بالماء الفاتر ثم نقوم بتجفيفه جيدا على أن تستخدم هذه الوصفة لثلاث مرات في الأسبوع الوصفة آمنة للحوامل والمرضعات فلا بأس بذلك كما يمكن أيضا تحضير كمية معتبرة منها وتوضع في الثلاجة لمدة أسبوعين كامنين كما لا ننسى أيضا أن نستعمل المنقوع لوحده على بشرة الوجه وفي أماكن تواجد التجاعيد حين لا نستخدم هذا الخليط وهذا لتسريع النتيجة أكثر والحصول على المطلوب لا أريد أن أزيد فوق هذه المدة التي تحدثت فيها لأن زبد البحر هو من يتحدث عن نفسه وعن مكوناته والتجربة هي خير دليل على نجاح هذه الوصفة وضمانها وبالله التوفيق لمن يسألني عن أقوى هذه الوصفات الثلاثة التي حضرناها الآن والمخصصة لإزالة التجاعيد إجابتي هي أن كل هذه الوصفات ممتازة للتخلص من التجاعيد وإزالتها كليا ونهائيا وبلا عودة وستشد البشرة وتبيضها وتمنع عنها الترهل وتعالج حتى الهالات السوداء وحب الشباب وكل عجوب البشرة وأيضا هي مخصصة لعلاج والتخلص من خطوط التجاعيد لأن مطحون زبد البحر قوي وممتاز جدا فقد تحدثنا عن فوائده سابقا لذلك لا تترددوا أبدا في تطبيق إحدى هذه الوصفات ولا يجب أن نخلط ما بين الوصفات الثلاثة إذن متابعين الأفاضل أتمنى أن تكون هذه الوصفات الثلاثة قد نالت الإعجاب والرضا لديكم لا تنسوا الاشتراك في القناة ومشاركة هذا الفيديو لتعم الفائدة كما لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب في حال نال الفيديو إعجابكم لكم مني خالص التحايا دمتم أوفيا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته